بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 8 Part 5 Allowable Deflections هنا بنتكلم على Deflections المسموح بيها في العناصر الانشائية Deflection المقصود بيه لو فيه لودة عندي بيحصل curvature في الممبر اللي عندي على سبيل المثال هو عندي كامرة الكامرة ديت Under Uniform Load فبيحصل Deflection عندي اللي هو بنسميه Delta فالكود حاطت Limit أو حدد Limit لقيمة Delta ليه؟ علشان ما يحصلش Cracks في الممبر اللي عندي وممكن يأثر على الوظيفة بتاعة الكامرة اللي موجودة فبنقول في حالة الفلورز No Damage Non Structural Element Supported يبقى Delta Instantaneous وإيه المقصود بالكلام دوت؟ اللي هو الدلتا اللحظية لأن فيه قيمة للدلتا بتحصل على Long Term اللي هي نتيجة أنه بيحصل فيه Creep في الخرصانة فقيمة الدلتا ديت بتزيد لكن احنا بنقول التشكل اللحظي المفروض يبقى أقل من أو يساوي إلا على 180 حيث إلا هو عبارة عن اللسبان بتاع الممبر Roofs or Floor Elements Supported Non Structural Elements Likely Damaged by Large Deflections لو إحنا عندنا عناصر غير إنشائية زي إيه؟ زي البرتيشنز البرتيشنز بنعتبرها Non Structural Elements في الحالة ديت الدفليكشن وبنتكلم على الدفليكشن اللي هو اللحظي المفروض يبقى أقل من أو يساوي اللسبان على 480 اللسبان اللي هو المسافة اللي بين السبورت ده بنسميه L طيب Roofs or Floor Elements Supported Non Structural Elements Likely to be Damaged by Large Deflections فبنقول إن الدلتا اللي هو التشكل اللحظي أقل من أو يساوي اللسبان على 240 في هنا عندنا دي ودي اللابل دي اللي هي Deflection Occuring After Attachment of Non Structural Elements الدي اللابل need to consider The Specific Structures Function and Characteristics يبقى دي ادية الديفنيشن اللي احنا هنشتغل عليها في حسابات الدفليكشن للعناصر عشان نتأكد هل التشكل اللي حصل في الممبر هل هو مسموح بيه أو غير مسموح بيه According to الكود ترجمة نانسي قنقر